السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا و السلام كل اللي بسمعني معكم من الساوصفة من قناة يوتيوك اللي بسمعني رغم مراجع الفيديو ما ينسى الشرف فعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير الكتابي صلاة 37 صف 7 المنهج السوري اكتب موضوع عن تصفي مدينتك مبينا مكانتها وواجبك نحوها مستفيدا من المعاني الواردة في النص عن وصف مدينة المدينة التي تعيش فيها موجود في قناة يوتيوك تعبير كثير عن وصف مدينة اه نقرأ هذا الموضوع في المقدمة اطلق فريغ مسافة كلمة في حلب لا استطيع ان امر بقلعتها الا و انا رافع رأسي لا تمكن من رؤيتها وهي تحضن السماء بشموخها فينساب الكبرياء الى جوارحي نافضا وبار الكآبة عن ايامي وسنيني فادور حول خندقها طورة كاملة حتى اصل الى مدخلها لاراها تبتسم بفخر واعتزاز بابنائها الذين استماتوا في حمايتها وحماية مدينتها عبر التاريخ اراها قابعة بوقار وقد احاطت بها اسواقها واحياؤها القديمة تلق الاسواق التي يتناهى من خاناتها الى مسمى اصوات ساحرة لا يمكنني اعفوا الى مسمى اصوات ساحرة لا يمكنني ان اتجاهلها فتحملني قدماي الى داخلها فاسير بلا ارادة في تقرعاتها المسقوفة حتى اخرج الى نور الشمس حتى اخرج الى نور الشمس لتستقبلني معالم حلب الحديثة حيث تلتقي حداثة الحاضر بعراقة الماضي في حلب لا استطيع الا ان اكون جزءا من تاريخها وتراثها جزءا من ترابها وحجاراتها فالانسان في حلب لا ينتمي اليها فحزب بل يكون جسدا واحدا مع ارضها يسقيها من روحه وتسقيه هي من عراقتها ومن واجبي ان احافظ على هذه المدينة واحميها فهي مصدر حضارات حضارتنا وتراثنا اضع نقطة اتلمت موضوع عن حلب وصف مدينة حلب اشتركوا في القناة 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 شكرا